أه أسمعت من أكتب له لغات؟ آه، معي أتكلم إنجليزي وباتكلم إندونيسي إندونيسي، طب إنجليزي فهمنا استاني بقى إنجليزي فهمك ماشي كنت غاوية لغات شريعة إيه ما بتقول إندونيسي ده؟ كنت بدرسه في المعد الأندونيسي في شارع في الدقية إندونيسي إندونيسي يعني؟ آه، وكنت بخذ الشهيانة وأنا بنت آه، وكنت بتدرسيه بقى في المعد آه، أمرة كنت معدي معديها في الزمالك فلقيت واحد اندونيسي عاوز يروح شارع الواحد عندنا في مبابا قلت له ايه بقى فمش عارف يوصف فوصفت له باستغرب ايه ده تتكلمين زينا هي ميزة اللغة الاندونيسية والسان الشريف ان هي فيها حوالي 100 لغة في بعض يعني ماذا اقول لحضرتك مثلا ايه اخبرك ايه اقول لك ابا كبر ابا كبر اه خبر كبر اه شوف زيها نفس اه مثلا اقول لك اسم حضرتك ايه اقول لك سيابا نمى اندى انت اسمك ايه ايه سيابا سيابا اه نمى نمى اندى اندى ده انت اه انا بضرب معك كده اه لا هي انا بخمل هيا كده حضرتك لما اجي مثلا اقول لك انا سعيدة جدا ان انا تعرفت بحضرتك اقول لك سايا يعني انا اه جنبيرة برجنبا بركلانان دونان اندى انا سعيدة جدا الموضوع كبر علي ايه او احنا we can stick to English we can stick to English اه لا قدنا هي والانجليزي اللي احنا تعلمنا في المدارس اه مش انجليزي برضو انت تعلمت الانجليزي الجامد بقى لا نا الانجليزي الارديحي الفلاحي ايه بقى الانجليزي هو يعني كده كلام كده وخلاص مدارسنا ما بتطلعش انجليزي كويس بناتك تربوا على الشغل اه هدى اه وضحى بس ضحى جربت شهرين كده في صيدلية اه اه الاخر اتلع مش عايز الشغل اه لا مش عايز الشغل اكيد اتعرضت لمدايقات اه انا بتعمد ان انا ارميهم في الشغل مش عشان يعني انا ما عاوزهم حاجة الحمد لله احنا مستورين بفضل ربنا الحمد لله بس يعني اه هدى دخلتها صنايا رغم ان مجموحة كان نجيبها صناوية عم قلت لها لا خش صنايا خش خياطة وتفصيل هتتعلمي صنا وتبقى شهادتك هتتعلمي صنا على اساس انت تشتغل في بيتك ما تشتغلش مع احد ما تبقيش تحت رحمة احد اشتغلش مع احد